السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيك اذا واحد سألني ايه الحاجات اللي ممكن نهتم بها في العقد وتخليني قابل او ارفض او كده الحاجة في بعض الحاجات ممكن تخليك توافق على العقد رغم انه هو قليل او ترفض العقد رغم انه هو كبير يعني على سبيل مثال من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليني ارفض العقد ممكن يكون كبير اللي هو عدد ساعة الشغل او عدد الايام انا متعود مثلا ان انا اشتغل خمس ايام في الاسبوع على الساس بحب اذا اكرر بحب اقرأ بحب استعملتها بالحياة او او ان انا يبقى فيه نص جمعة ونص خميس فيه براح في الاسبوع ان انت تعمل الحاجات اللي هو راق تمام فدي حاجة مهمة جدا لان انت لما تجي تحسي مثلا او الفلوس دي لو الساعات دي فهم قابل افرار طيب ممكن تلاقي نهاية ان انت روحت من شركة لشركة وما استفدتش حق خلص بينما لو كنت عدت مثلا نفس اليوم اللي انت بتروح وتعود في شركة الجديدة دي عدت في شركة القديمة كان زمانك حصلت اكتر من مبلغ ده طيب فيه حاجة تانية برضو رصيد الاجهزات السنوية في بعض الشركات بيبقى شهر وفي ناس بعد بتخليه واحد شن يوم وفيه شركات يقول لك لا اصبر ست شهور فلازم تشوف النقطة دي معادل حضور النصراف هل يوم الناس بريك ولا لا وهل هم مثلا كل يوم مثلا بيصر ساعة بيعملوا شوية تحية بحيث ان انت كل يوم تروح ساعة 12 بالليل فلازم تبقى عارف الموضوع ده وتشوف حدا موجود هناك هالموضوع الصهده موجود هل في حوافز شهرية وخضع للتقييم ولا ثابتة ولا محدش بياخدها المكافئات السنوية مثلا تصرف على مبدأ ايه هل في زيادة سنوية معطرف بيها ولا لا ولا لازم مفاوضات ولازم في مشاكل كتير ولا لا هل في تأمين طبي ولا لا وهل هو تأمين الطبي دوت عائلي والشخص نفسه طيب لو هو شخصي وانت موجود في دولة لازم يكون فيها تأمين عائلي لان العلاج فيها غير شوية فتقولون طيب انا عايز مقابل مثلا زيادة في المرتب هل في مواصلات خاصة بالشركة ولا لا هل في ساكن قريب من الشركة ولا لا الناس اللي هيجوه شركة بيقول عنها ايه ممكن تعمل سيرش على لينك دينا او فيسبوك وتشوف حد من موجود من الشركة وتسأله من وبينك تمام وتدخل مثلا على موقعناية تشوف تقييم الشركة هل الناس تصيرها بتتسبها وتمشي ولا عاملين ايه حاول تعرف مدرك المباشر والناس اللي حواليك بيتعاملوا باحترام ولا لا مع الناس الشركة دي وضاء ايه في السوق حتى لما تجي تروح انتروفيو وحاولت تام السيرش عنه حيث لو سألك اي سؤال عن الشركة تبقى عارف ما يحسش ان انت رايح وخلاص ممكن ان الناس تقولوا ان انا عايزت اتعمل من الشغل في الشركة دي لان انا عارف انها واخدة مشروع كذا 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 فحيث ان انت مهتم بشركة وعملت دراسة عامها وان الشركة دي تفرق معيك هل اضافيتها يفرق معك في الشركة او لا تمام يعني في مرة جالي عارضين مالية لقد ادي واعد بالزبط بس في شركة لو كتبتها في سي فيه وروحت اي مكان تاني اللي افرق في دولة فده افضل وفي شركة تانية معروف المكان اللي انا موجود فيه بس يعني مش كبيرة فدي من ضمن الحاجات اللي لازم انت تتناقش فيها يعني لمو انت تبش كل حاجة فيها حاجات تانية وطبع ان انت مزنوق ومش لها الشغل ارم كل كامل نقول لك ده في الزبالة وتقال الله ربنا فاك